النهاردة في وسط المظاهرات اللي بتحصل في أمريكا بخصوص مقتل جورج فلويد وحتى قبل هذين المظاهرات فيه حديث بيزداد في الساحة الأمريكية واصبح عنده تجاوب أكتر الحديث ده حول تعويضات عن نظام العبودية اللي تعرض ليه السود في أمريكا وعن الانتهاكات اللي عانوا منها واللي مؤيدي هزا اللي اكتراح بيقوله مازالوا بيعانيوا من قصارها لغاية النهاردة الحديث ده مش فقط عند شوية ناس في الشارع أو عند السود فقط واصبح ليه النهاردة تأييد ضمن المرشحين الديمقراطيين نفسهم للرئاسة الأمريكية في الانتخابات التمهيدية السابقة في الحزب يعني القضية بالحقيقة كتيرا تصير معقدة أكيد وشائكة وإلا أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية ليس بهذه السهولة ممكن تناولها ومشان هيك بالحقيقة ما تزال موجودة يعني بالكتاب الأمريكي هلأ بس عم تلاقي دعم أكبر بالحقيقة من الحزب الديمقراطي بس قضية التعويضات بشكل عام مو لأول مرة بتطرح بالتاريخ نحن بنعرف انه دائما الدول الخاسرة بالحروب بتقدم تعويضات للدول الرابحة فرنسا دفع تعويضات هائلة بالحقيقة عن الحروب النابوليونية ألمانيا دفع تعويضات هائلة عن الحرب العالمية الأولى وهذا الشيء اللي مهد لصعود هتلر بالحقيقة واللي مهد بالتالي للحرب العالمية الثانية وألمانيا دفع تعويضات عن الحرب العالمية الثانية وإن كانت منسبة مختلفة يمكن بالمقارنة مع الحرب العالمية الأولى القضية التعويضات قضية شائكة إلى أبعاد كثيرة ممكن بالحقيقة تكون عم تأسس لشيء خطير مثل ما شفنا مع ألمانيا من حرب لحرب نقلتنا بالحقيقة بدال متأسس وعشان كده طبعاً أمريكا جاب بعد الحرب العامية التانية بمشروع مارشل اللي مش بيعاقب ألمانيا لا بيدي مساعدات لألمانيا والإيطاليا والدول اللي كانت هي المعادية الأمريكا بس من أجل بناء هذه الدول في مقابل الخطر الشيوع اللي كان موجود في هذه الفترة لكن لو دي قضية التعويضات بالنسبة للحروب وبين الدول عندنا أيضاً نمازج مختلفة للتعويضات بتدفع للسكان داخل الدولة بمعنى عندنا نموذج من منطقتنا للمغرب كمثال عن سنوات الرصاص عن الانتهاكات حقوق الإنسان اللي كانت بتتم في المغرب في السجون المغربية حالات الاختفاء القصري كل هذه الحالات بيتم دفع تعويضات عليها لكن في النموذج ده احنا بنجد أن دفع تعويضات مباشرة لأشخاص هم نفسهم تعرضوا للتعزيب لو كان ده مفهوم إن حد أصيب بحاجة فبياخد مقابل أو بياخد تعويض عن ده القضية التعويضات عن حاجة زي العبودية بتصير جدل لأن الشخص اللي عايش النهاردة اللي بيطالب بالتعويضات لم يكن هو من تعرض لهذا الظلم التاريخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر